مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة فملخص الأحوال الجوية هو انخفاض على درجات الحرارة بإذن الله يوم الأحد بحيث تصبح الأجواء خريفية معتدلة أثناء النهار وخريفية لطيفة أثناء الليل مشاهدين فاصل ونواصل وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت يوم أمس وأول أمس على المملكة بدأت بالانحصار باتجاه الشرق وبدأت المملكة بالتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة معتدلة ورطوبة معتدلة قادمة عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة وهي تمثل اللون الأحمر الذي بدأ يتقدم ويسيطر على المملكة وبالتالي هناك انخفاض واضح على درجات الحرارة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة هناك انخفاض على درجات الحرارة يوم الأحد أجواء والأحد والاثنين وتقريبا ثلاثاء أجواء خريفية معتدلة أثناء النهار خريفية لطيفة أثناء الليل العظمى المتوقعة يومي الأحد والاثنين تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية والصغرى بحدود 19 درجة مئوية يعني تقريبا درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة وقريبة أيضا من ذلك الثلاثة ارتفاع حوالي درجة لكن تبقى الأجواء معتدلة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل العظمى يوم الثلاثة 29 والصغرى 20 درجة مئوية يعني يوم الثلاثة ما بين 29 إلى 31 وبالتالي الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المحافظات الشمالية نربط 30-19 عجلون 29-18 جرش 31-20 المفرق 33 إلى 18 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 30-19 مأدبة 28-20 عمان ما بين 28 إلى 30 العظمى والصغرى 19 البحر الميت أجواء حارة 38-27 والزرقاء 33 إلى 18 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 30-19 الطفيل 28-19 الشراح 26 إلى 15 إمعان 34 إلى 19 والعقبة أجواء حارة 38 إلى 27 درجة مئوية المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة الأزرق 37 إلى 20 الصفاوي 37-19 والرويشة 38 إلى 19 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة